موسيقى السبت يوم سوق عند أهالي منطقة الضليع والمناطق والقرى القريبة منها من داخل حضر موت والمحافظات المجاورة يجد فيها المشتري كل احتياجات الأسرة خلال الأسبوع وتتنفس الحركة الاقتصادية وتنتعش أيضا في يوم السبت تحديدا نتابع مع إشرقة جمس الصباح الباكر يتوجه الباعة منتشرين في أرجاء السوق الشعبي لحجز أماكن مناسبة أو الحصول على فرص بيع سريعة قبل الزحام فهي مجرد سويعات قليلة ويقتض هذا السوق المسمى بسوق السبت الواقع بمديرية الضليع غربي محافظة حضر موت بالمرتدين له من مختلف محافظات الجمهورية وقرى المديريات الريفية فبموقعه الجغرافي الاستراتيجي المتميز أصبح ملتقى للكثيرين من الباع والمشتريين لقضاء حوائجهم ومستلزماتهم نحن نأتي من مسافات طويلة جدا على حدود محافظة شبوة نقطع المسافات الطويلة لحضور هذا السوق ونأخذ أغراضنا من هذا السوق السوق المهم والمركزي هذا السوق وإن بدأ عشواء المنشأة فهو يشمل كل السلع من المواشي والخضار والفواكه والمواد التموينية وحتى الصرافة والمواصلات كوني أحد مواطني الضليعة كم نعاني من هذا السوق عانينا الكثير فهو يقع بالقرم من المشروع مشروع مياه الضليعة الذي خسروا فيه ملايين الملايين إضافة إلى نقاب وسواقي إضافة إلى الطامها الكبرى فوق البلد نناشد السلطات أن يقيموا ترتيبا آخر لهذا السوق ضد العشوائية التي ترتاده رغم البعد التاريخي له ورغم القوة الاستهلاكية إلا أنه يفتقد لأضعف الخدمات التي يلتمسها المواطن أو الوافد من غيره ولضمان استمراريتها نناشدهم بأن يكون هناك ترتيب آخر للسوق وأن يعمل له أيضا بعض الهنادر وأيضا ترتيب البساط عليه وأيضا جباية الضرائب من أجل أن يعود بالخدمة على المواطن وعلى أيش المنطقة نفسها بمسألة سوق السبت لكن نواجه إشكاليات تتعلق باختيار الموقع إلى حد الآن لم نصل إلى اتفاق مع الأهالي في اختيار موقع آخر غير الموقع المتواجد فيه الآن ليتم استغلاله والتنظيمه إلى آخره بإذن الله تعالى آثار البعد التاريخي للسوق لازلت باقية منذ مئات السنوات وما بقى حصن المعصورة إلا شاهدا تاريخيا على أنماط المتنوعة من الحياة ومتحف حي يؤتي كثيرا من العادات والتقاليد الشعبية للمديرية فسوق السبت انطلق من بين هذه الحصون المشيدة بطرازها الجميل والمتين ليكون ملتقى للقوافل التجارية سابقا التي كانت تبيع بالمقايضة قبل وجود العملة مدير تطليعة فيها سوق قديم تجاري وكان فيه نفس المحلات التي خلفه هذا ومن ثم تم نقله إلى الجول الفوقي أو الجهات الشرقية للمنطقة والآن تم تحويله إلى الجهات الجنوبية الحصن هذا حصن المعصورة معصورة بامسدوس وكذلك له مئة السنين يقدر حوالي 900 سنة أو حواليه بالرغم من الصعاب التي ألقت بظلالها لإيقاف هذا السوق وكثرة تنقلاته هنا وهناك لدواع أمنية سابقة إلا أن الإرادة الشعبية تظل مناهضة لاستمرار هذا السوق فهو مرتعهم الوحيد لشراء مستلزماتهم وكذا مصدر رزق للكثير من الأسر لتحصل على لقمة عيش تسد رمق جوعها خاصة في ظل الأوضاع الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر